سيدات والسادة الحضور ربما مساءكم وأهلا ومرحبا بكم في أمسية جديدة من أماسي مؤسسة الحوار الإنساني بلنذم في بيت السلام أمسية اليوم ذات نكة مختلفة مع ضيف مختلف عن السياق اللي تعودنا عليه صار فترة من مجموعة أماسي من الموسم الماضي وبداية هذا الموسم كانت أغلب المواضيع تميل إلى القابع السياسي والاقتصالي وكثير من الأماسي تجادة أكثر من اللازم اليوم أمسية حول الإبداع حول الكتابة حول الشعر والرواية والصحافة والضيف من نوع خاص ضيفي وضيفكم بهذه الأمسية الكاتب والصحفي والرواهي الأستاذ أنوار حامد كاتب من فلسطين يعيش في لندن على ما تحوثنا عنه في أماسينا نقدم تعريفا بضيفنا نقول أنوار حامد صحفي وكاتب ورواهي فلسطيني ولد في حنبتر في فلسطين يعيش في لندن ويبتغ بثلاث لغات العربية والمجارية والإنجليزية نشر أولى رواياته حجارة الألم باللغة المجارية في بوذبست عندما كان يعيش هناك وصلت روايته يافى تعد قهوة الصباح إلى القائمة الطويلة لجائزة البوكر العربية يعمل في تحرير موقع بي بي سي الأخباري وتحرير يعني يعمل في تحرير وانتاج المواد الثقافية لموقع وإذاهة وتلفزيون بي بي سي عربي نهو عشرات المقالات الأدبية المنشورة عن الموقع وهو أضوء في رابطة بوش رايترز وهي مجموعة من الكتاب الذين حملوا في بي بي سي منذ تأسيسها ومنهم طيب صالح جورج أرون وآخر صدر له حتى لها ثمان روايات وأعتقد الرواية التأسيح صدرت أو على رشق الصدود اللي هي شجن الرواية الأخيرة يعني المفروض اللي هي عام تصدر ويعني ممكن أن نتكلم عنها أيضا اليوم الحوار مفتوح ونترك أنوار حامد يقول لنا ما يحب في سيرته الإبداعية رحبوا معي بضيفي وظيفكم رستان أنوار حامد شكراً لحضوركم شكراً لهذه الأمسية الجميلة بسطكم ما بعرف أنا سأبدأ يعني بالتعريف بنفسي على نسق آخر يعني طبعاً صديقي صالق عرفني تعريف موزوعي أو أكاديمي أنا سأقدم لكم نفسي من خلال مفهومي للكتابة الروائية كوني أنا بشكل أساسي روائي اللي قد يكون طبعاً لا أعرف ماذا سيكون هو هذا تصوري للكتابة الروائية المختلفة قليلاً عن السائد في المنطقة اللي أنا نشأت فيها كونه يعني هجين رؤية الروائية رؤية هجينة لأني قضيت 25 سنة من عمري في بودابست في المجر طبعاً درست لغة أخرى وتشربت ثقافة أخرى وكانت عندي فرصة لأتعرف برؤى مختلفة ونظرات مختلفة للأدب وبالتالي عندما كتبت روايتي الأولى طبعاً أنا كتبت روايتي الأولى عام 2004 بعد أكثر من 22 سنة من وجودي في المجر كنت قد قرأت الكثير من الأدب المجري وقرأت الكثير من الأدب العالمي كوني أنا خريج أدب إنجليزي وما أخذته ما حملته معي من وطني اللي هو المفهوم السائد في بلادنا للأدب والرؤية السائدة فتولدت عندي رؤية هي خليط من كل هذا أو ليس لا أريد أن أقول أنه خليط بل هو تفاعل لكل هذه الرؤى والمدارس والأفكار نظرية الأدب الماركسية طبعاً في أوروبا الشرقية لأيام الاشتراكية نظرية الأدب الغربية كوني خريج لغة وأدب إنجليزي بالإضافة إلى ما هو متوثر في عالمنا العربي من خلطة هجينة لا نعرف أولها من آخرها خاصة في العشر سنوات الأخيرة هذا هو أنا وبالتالي كتبت رواياتي الأولى باللغة المجرية قدمتها لجمهور أوروبي شرقي أوروبي أو شرم جمهور من أوروبا الشرقية حاولت أن أقيم جسراً بين الثقافة التي وصلت منها لتوه وثقافة التي أكتب بلغتها وبالتالي محاولاً إيصال صوتي إلى جمهور قارئ قارئ عنده شخص بالقراءة ولكنه صار من جداً ومن جهة ثانية لابد أن أبحث عن صوت يمكن أن يصره أو أن يسمعه وبالتالي كانت عندي مهمة البحث عن معادلة خاصة للكتابة وهي اتضح لاحقاً حين ترجمت بعض هذه الروايات للغة العربية ووصلت لأيدي كرة عرب وفلسطينيين اتضح أن صوتي الماجري هو صوت خفيد مستوى أخفض من النبرة التي تعود عليها القارئ العربي من كتاب ولدوا ونشأوا في العالم العربي وخذوا تجاربهم في العالم العربي وعرفوا لغة التفاعل مع الجمهور العربي طبعاً إحنا كتبت أول رواية كما ذكرت صادق لي عنوانها حجارة الألم حجارة الألم تدور أحداثها في فلسطين وموضوعها المستوطنين والصدامات اليومية بين المستوطنين الإسرائيين والمزارعين الفلسطينيين هو موضوع صارخ موضوع دموي موضوع مليء بالتوتر ولكن أن تقدم هذا بصوت خفيد بصوت لا يصرف لا يجلجل كانت مغامرة طبعاً رؤيتي للكتاب الروائي هي أن تحي ركناً قصياً جانباً كروائي أنا صوتي ليس من المفروض أن يسمعه القارئ هو يسمع أصوات شخصياتي هذا ما أحاول أن أفعله أن أغيب صوتي قدر الإمكان ككاتب وأترك لشخصياتي تتحدث بصوتها هي تضحك وتبكي تفرح وتكون لها مواقف خاصة بها مواقف ونقيضها وهنا كانت أولى إشكالياتي مع قارئ العربية وقارئ الفلسطيني بشكل خاص لأنهم حالياً أنا طبعاً أذكر يمكن قبل عشرين أو ثلاثين سنة كان القارئ مختلف وكانت توقعاته من الأدب الروائي مختلفة حالياً في فلسطين على الأقل يعتقدون أن الكتابة الروائية هي شيء تسويق لعواطف ومشاعر ومواقف سياسية وبالتالي يستنكرون أن يكتب فلسطيني عن واقع فلسطيني حافل بالبكاء والأنين وصوته خفيد كانت هذه بداية الإشكاليات في البداية ظنك الرائي والنقات طبعاً في العالم العرب والفلسطين تحديداً ربما لأن الرواية كتبت لقارئ مجري ولكن هذا ليس صحيحاً تماماً لأني أنا أترجم رواياتي بنفسي يعني الروايات التي كتبت بالمجرية وترجمت إلى العربية ترجمتها بنفسي وبالتالي أنا لم أترجمها بل أعدت توطينها أعدت توطين الرواية في بيئتها ولقارئها الفلسطيني والعربي لكني طبعاً حاولت أن أحتفظ بملامحي أو برؤية الجمالية بحيث يعني مش ما يطلبه الكراء أنه ماذا يريده قاري ماذا يريده أن يقرأ ماذا يريده أن يسمع بل كيف أريد أنا أن أقدم له الحكاية وبالتالي خاب أملهم بعد فترة حين كتبت رواياتي الأولى للغة العربية لأن صوتي بقي خفيضاً بقيت شخصياتي تتألم وتبكي وتنزف وتأم ولكني كراوين بقيت أهمس أتحدث بصوت الخفيض حتى لا يعلو صوتي على صوت شخصياتي طبعاً هذا حتى الآن طبعاً صدرت لي حتى الآن ثمن روايات باللغة العربية ولم يتعود الكثير من كرائي على هذا الصوت لذلك فأنا قسمت الجمهور الكراء إلى معسكرين في كل رواية من رواياتي ينقسم الكراء لا يبقى أحد على الحياذ من الذين يقرؤون ينقسمون باتجاهين متناقضين وأنا سعيد كل السعادة في هذا أنا لا أحب الإجماع إطلاقاً على المستوى الجمالي أعتقد أنه شيء كريه الإجماع فأنا أفرح دائماً عندما أرى صدام في الرؤى ما بين كراء مختلفين حول رواياتي وكون نعيش في العالم العربي العالم العربي الانفقاري العربي ولد في بيئة عنف وتعبيره عن مواقفه عنيف أحياناً تصل حد الشتائم وأحياناً تصل حد الهجوم الشخصي وأنا سعيد ليس عندي أي إشكال لأني أهلس بنفسي أنه من قرأ وشتم وتفاعل مع نصي التفاعل الذي أطمح له الذي أرغب به ليس المدينة لا أريد كراء يصفكون أريد كراء يناقشون يعترضون يختلفون عندها أحس أنني أوصلت لهم طرف الخيط هذا المرحل الأولى بداية طموحي أن أوصل لهم طرف الخيط من طرف الخيط ليشدوا الخيط بأي اتجاه يريدون أنا سعيد في كل الأحوال من يشده شرقاً غرباً شمالاً جنوباً طالما هم ماسكين الخيط في الحكاية طرفه ويشدونه باتجاه ما فأنا سعيد ولا أرغب بغير ذلك طبعاً هذا على مستوى النقاد برضه النقاد لا أعرف طبعاً آمل أن لا يكون الوضع في دقيقة الدول العربية بهذا البؤس ولكن النقاد في الفلسطين للأسف مسيسون مسيسون ويسيسون رؤاهم النقدية ورؤاهم الجمالية ينتظرون من الرواية أن تكون بياناً سياسياً ينتظرون بها أن تكون صوتاً صوتاً مباشراً هي صوت في النهاية ولكنهم يريدونها صوتاً مباشراً لما يجري على الأرض للحدث اليومي عندهم كم هائل من الطبهات والممنوعات والمخذورات وأنا منذ اليوم الأول منذ كتبت الحروف الأولى أعلنت يعني البيان الجمالي الذي أعلنته كان أنني لا أعترف بأي طبهات ولا مخذورات أنا أخذت أولى كلماتي ثم أتبعها أتبع شخصياتي هي تحملني أنا أضعها على أول الطريق ثم هي تحملني مع مصار السرد مع مصار الحكاية وأنا أتبعها لن أضع أمامها حواجز لا حواجز سياسية ولا حواجز جمالية ولا حواجز من أي نوع كان وبالتالي هذا كان مثار جدل الجدل أنا دائما يسعدني كما قلت في كل قواتي في فلسطين يعني يدور جدل حاد وحاد جدا يرتفع يرتفع الصوت وأنا أكون فيه كمة سعالتي طبعا أنا خططت ضمن هذه الدقائق التي نتحدث فيها وأعطيكم نبذة أو نقرأ شيء سأقرأ نصا قصيرا من إحدى رواياتي لنأخذ انتظار أولي عن ماذا أتحدث بخصوص الصوت المختلف والصوت الخفيد هاي الرواية قبل الأخيرة أنوانها مي وملح ماء وملح فطبعا القارئ الفلسطيني الذي كان ينتظرها كان يتوقع أن تتحدث هذه الرواية عن إدراب الأسرى الفلسطينيين هي صدرت في وقت كانوا الأسرى الفلسطينيون في إدراب عن الطعام وهي فعلا تتحدث عن إدراب الأسرى الفلسطينيين ولكن بشكل خيب أمان البعض لأنه يعني حتى حين أنا أتحدث في موضوع كهذا يبقى صوتي خفيضا ويبقى تناولي بعيدا عن ما عهدوه أو يتوقعوه مني سنقرأ الناس حالة ازدحان غير طبيعية أمام نادي الأسير في أم الشرائط لا ليس هناك تطور جديد في إدراب الأسرى لكن بعض كبار المسؤولين حضروا صباح اليوم للتعبير عن تضامنهم وجود لافت وغير معتاد لوسائل الإعلام أيضا أحصت روان ما لا يقل عن ثلاث كاميرات تلفزيونية عدا عن الكاميرات العادية وكاميرات الهواتف بعيد المعتصمين هذا حدث كبير واجب تخبيده اعتلى رجل أنيك المنصة لم تتعرف روان على هويته لكن لابد أنه أحد الوزراء استنفر المصورون تدافعت الكاميرات التلفزيونية للوصول إلى الزاوية الأفضل للغطات وقفوا أمام المينكروفون بكامل بهائه وأناقته حي الأسرى المضربين وعائلاتهم والمشاركين في الاعتصام أمام خيمة التضامن ونقل تحيات الرئيس ورئيس الوزراء والوزراء والوكلاء وإنها لفورة حتى النصر ثم اقترب المشهد من دروته جاء بكوب زجاجي ووضع على المنصة أمام الوزير أمسكه بحركة مسرحية سكب الماء وقليلا من الملح رفع الكأس ببطء إلى فمه وأخذ بضع رشفات بالهنى والشفاء واشتعلت الأقف بالتصفيق والتهبت الحناجر بالهتافات كانت روان تقف إلى جانب امرأة سبعينية ترتدي الزي الفلاحي ثوبا أبيضا مطرزا على الصدر وسروالا ملونا وتضع على رأسها بطاء أبيض يسمى خرقة شو ميساوي هذا يا خالد؟ يعني الحوار بالعاملية الفلسطينية بتأمن ما يشكلش مسكلي لكم شو بيساوي هذا يا خالدتي؟ وجهت المرأة السؤال إلى روان بشرب مي وملاح عازالة ليش؟ تسألت المرأة بلهشة تضامن يا خالدتي تعبير عن التضامن مع الأسرى المطرمين هزت المرأة رأسها وشو الفائدة؟ ما هو هسا بيروح بيته ومرأته بتمدله صفرة مثل هون ومناك ما راحت إلا علينا يا حبيبي يما طول عمرنا حياتنا كلها مي وملاح انتفضت روان لسماع العبارة الأخيرة حياتنا كلها مي وملاح هل جاءت من هذه المرأة السبعينية الأمية؟ لا بد أنها أم أحد الأسرى ولا بد أنها من عائلة قروية مكافهة تعيش على الكفاف ولكن ليس هذا هو الموضوع ماذا عنا نحن بقية هذا الشعب؟ أليست حياتنا كلها مي وملاح بكل المفاهيم وعلى جميع المستويات؟ أليست كذلك؟ فجرنا ثورة وضعنا نصب عيوننا أهدافاً لا أقل من دولة واحدة علمانية ديمقراطية من النهر إلى البحر وانتهينا بسلطة لا تملك سلطة على جزء من الجزء كان طموحنا تحرير الأرض والإنسان وأصبح جلها من الآن الحصول على رواتب بتون تأخير كنا نضرب احتجاجاً عن الاحتلال لتصعيد النضال ضده أصبحت أهداف إدراباتنا متعلقة بالرواتب التي تدفعها السلطة التي تتسولها من الأوروبيين والأمريكيين والعرب لتنوبة في دفعها عن المحتل الذي لا يزال يحتل الأرض والسماء والماء والهواء ألم تختزر متطلباتنا السياسية والحياتية إلى ما دون الحد الأدنى؟ ألم تتمهور حياتنا على المي والمله؟ الأساسيات في كل شيء في السياسة والكرامة والحياة؟ صدقتي يا أمي صدقتي حياتنا كلها مي ومله من وين انت يا خارفتي؟ من عوابتها إذني مسجون إله تسع شهور الله يرضى عليه الله يرضى عليه ليس أول مرة هاي كل ما لقى من كوز بالجرة بيجوا بيأخذوا حدثتها الأم عن زيارتها له في السجن آخر زيارة كانت إلى السجن الرملة بعد أن نقل إلى عيادته إنسات حالته الصحية وصلت إلى هناك بعد ثمان ساعات من مغادرتها القرية حواجز وتفتيش وانتظار وصلت إلى هناك أخيرا لكنها لم تراه كان هناك اعتصام أمام السجن شعارات وخطابات وهتافات وهي يكاد يغمى عليها من العياء قالوا لها انتظري انتظرت في الشبس الحارقة والعطش لساعات ثم لاحظت امرأة شابة من المعتصمين أحضرت لها زجاج تمام واستها وحاولت رفع معنوياتها التي انهارت حين علمت أنها لنتراها لماذا؟ هل ساءت حالته الصحية أكثر؟ أريد أن أراه حتى لو كان يحتضر أريد أن ألمحه ولو من بعيد لكن لا أحد أستمع لا السلطات ولا الصبيب الأحمر ولا الحشل الواقف أمام السجن يردد الشعارات ويرفع اللافتات هي وحيدة مع ألمها وغربتها إلى أن جاءت تلك المرأة الشابة واحضرت لها زجاجة الماء شاربت انتعشت قليلا بفعل الماء البارد واللفدة الإنسانية عرضت المرأة التي تبين أن اسمها رونق عاشة الأسامي عرضت استضافتها في منزل عائلتها في يافا لكن ذلك غير ممكن لا تملك تصريحا للبيات في إسرائيل ستعود بحسرتها إلى القرية بانتظار موعد آخر ووعد آخر بالروح بالدم تهضر الحناجر أي روح وأي دم وهذه الأم وحيدة أيكم يحس بألمها أيكم يحس بوجودها هنا تعالي يا خارتي روحي معي وين يما؟ روحي نتغدى أكيد جعتي لا ما جعتش يما هو اللي جاع يأشيري إله ستين يوم ما حطش إش بتمه ستين يوم وانفجرت بالبكاء حضرتها روان وفجأة لاحظت أن الكاميرات التلفزيونية مصلفة عليها انتهت التمثيلية على المنصة وهم يبحثون الآن عن فاكهة وحلوة يختمون بها التقرير سرخت روان بالمصور روحوا من هنا روحوا صدم الشاب الذي كان يقف خلف الكاميرا من عصبيتها لم يفهم سبب غضبها أما هي فأمسكت بيد الأم ورافقتها إلى موقف الباصات المتجهة إلى نابلس اشترت لها زجاجة ماء باردة ولفعت أجرتها عناقتها مرة أخيرة وغادرت وعبارتها تلن في رأسها حياتنا كلها مي من إحيامة حياتنا كلها مي من إحيامة أنا أعتقد تحدث ما يكفي الآن نعطيكم ولا لسه معي الوقت سعد معي الوقت نعم إذن يعني أنا لا أوصل على آخر دقيقة من وقت إلا نحن نعطي مجال أكثر للجمهور حتى يكون حديث باتجاهي هذه كانت روايتي قبل الأخيرة مي وملح صدف صدورها وقت إضراب الأسر الفلسطينيين في السجون من سنة ونص تقريبا وكان مرة أخرى الاسم عنوين روايتي مضللة عمدا فالكثير من الذين كانوا ينتظرون عن القراء كانوا ينتظرون بيانا سياسيا عن الأسرى وإضراب الأسرى واحتفال به طبعا جاءت صدمة للبعض وخيبة أمل للبعض واحتفل بعض بها لأنها لم يكن هذا هدف إطلاقها المساحة الأكبر من الرواية خصصتها لمعاناة الأسير بعد خروجه من السجن ليس في السجن في السجن طبعا أخذ جزء معتبر معاناته أثناء الإضراب على الطعام والجور والإرهاب من داخل السجن وكل شيء ولكن خصص جزء كبير إلى معاناته خارج السجن بعد أن تنحسر الأضواء والحشود تذهب إلى بيوتها والشعارات تصمت وهو يبقى مع أجهزته التي دمرت بفعل الإضراب لفترة طويلة مع الوحدة مع الشروخ التي نشأت في علاقته الزوجية مع الاكتئاب مع كل هذا أفرد لهذا حيزا أكبر من البطولة حتى البطولة حين ناقشتها طبعا لم أكن معنيا بجعلها صارخة حتى مشاهد البطولة ألم وتحدي وتحدي يختلف به الألم يعني تحدي فلسفي بشكل أكثر منه تحدي سياسي تحدي حوار ما بين وعي الشخص وجسده ومن هو أقوى وحوار من طرف ثالث الألم يدخل على الخط يعني ليس ما توقعه القراء من احتفاء بالانتصار العمعاء الخاوية كما سموها في المعركة فبالتالي مرة أخرى مفاجأة كانت للمعسكرين معسكر وجدة فيها خيمة أمان ومعسكر احتفى بها وهكذا يعني هذه هي نظرية الجمالية الشخصية أنه أحب دائما أطمح أعتبر نفسي نجحت إلى حد ما إذا كتابتي أدت إلى استقطاب استقطاب ما بين جمهور الكرة طرف وصلته ويحتفي بها وطرف وصلته ولكنه يرفضها رفضا صارخا وبصوت أعلي شكرا شكرا جزيل للصديق الجميل job شكرا طرف حمروة introduces جميل لطرف حمروة شكرا قام bravo شكرا سلا شكرا شكرا ان شكرا صار Mir يعني رؤية للفن الروائي رؤية أنور الحامد للإبداع خصوصية كتابته المواضيع اللي تناولها المشهد الروائي والمشهد الداعي بشكل عام الفلسطيني فأكو مجموعة أسئلة ومجموعة إجابات من أنور غطت كثير من النقاق وناولنا كثير من الأعمال ما عرف يمكن حضراتكم اللي قالي لأنور شيء أو اللي يجب قال المرقب لك الأول مرة أنا جبت بعض النسخ في عدي روايتين عندي منها نسخ ففي حال رؤية دكتورة حسنان دكتورة حسنان طبعاً من شكراً على حديث المود على استوافت المؤسسة لحضرتك أنا عندي شغف يعني بقراءة رواية باللغة العربية وباللغة الإنجليزية لأنه أعتقد أنه رواية تروح للأبعاد الاجتماعية اللي تحت الهيدلاينز يعني حتى من ناحية يعني التاريخ هي تأرخ للأحداث من وجهة نظر أعمق لأن تدخل بالنسيط الاجتماعي وتشوف يعني معاناة الناس بعيداً عن الأضواء وهذه العناوين والبروباقاندا اللي يحاول يعني بوقت هالإعلام أن يظهرها بأي مرحلة من مراحل فهي أمينة على نقل يعني معاناة الناس والحقيقية حضرتك قلت أنه أنت تحاول تنزوي وتتوصل صوت الشخصيات بس يعني ما ممكن أنه الكاتب يتجنب يعني بشكل كامل أن يوصل صوت حتى ولو بشكل خفيظ بفلما حضرتك ذكرت لأنه من المقطع اللي هأسقريته أنت يعني عربت عن وجهة نظر يعني وجهة نظر صارخة يعني أنه هذه معاناة هذه المعاناة اللي تشوفها بين الناس الحقيقيين هذه أيضاً تعبر عن وجهة نظر الكامل كاتب أحياناً وإذن مشكلة إحنا طبعاً بالتابوهات الاجتماعية لأنه ما أعرف إذا يعني حضرتك طلعت على أعمال الكتاب العراقين المعاصرين هواية من الكتابات تجاوز تابوهات بس المشكلة لا ينجو كاتب من مهاجمة الأطراف الأخرى وإحنا وصل يعني إذن حد للأسف يعني يعني حتى مو معارضة بس بالصراخ ممكن حتى وصلت إلى يعني تهديد بالسلاح وهاي الأشياء فكيف تقدر توازن أنه توصل هذا الصوت ومع اختراق كل هذه التابوهات وبالإضافة إلى هذا أريد أسأل أنه هذه الكتابة اللي حضرتك وصفتها هاجينة أنا أقول يعني يمكن هاجينة يعني تعبير التعبير الأصح يمكن متنوعة أو من خلفية متنوعة لأنه دائما الثقافة الأخرى تثري الكتابة بعي لغة كانت يعني فإذا صار يعني تنوع بالثقافات للكاتب أتصور هذه تثري فماعرف ليسا متهجينة طيب نبدأ بالجزء الأول طبعا أنه في شيء في حقيقة يعني لا أستطيع عن الدعية أنا ولا أي حد منظر أنه الكاتب صوته غير موجود أنا يعني صوته مباشر غير موجود لكن هو الكاتب هو يختار المسار يختار الموضوع يختار الشخصيات لكن أنا ما أحاول أن أتجنب ككاتب هو أعصبها من يد هالشخصيات وأقول لها روخي شرقا غربا شمال جنوب قولي هذا قولي ذاك معنيت أنه شخصيتي السياق السردي هو ما يفرض عليها ما تقول وهذه قضية حساسة جدا لدينا في فلسطين لأنهم مثلا يعني يخنقون البعض بشغلات ما لهاش علاقة بالأدب ولد مثلا هم بعتقدوا أنه أنت ممنوع كرواء فلسطيني تجيب إسرائيلي إلا كجندي يصوب منطقيته نحو فلسطيني طبعا هذا كلام يعني جماليا وروائيا وفلسفيا مرفوض يعني هذا ليس بيان سياسي هاي رواية تحمل الأشياء وأضابها الأشياء ونقائضها وأنا الإسرائيلي هو مثله مثل الفلسطيني تماما كشخصية رواية بيكون له أدوار في الحياة يلعبها حين يكون على الحاجز يصوب عليه رشاشه وهذا يحصل في كل زيارة وفي بالنسبة المكمل هناك بشكل يومي يمر على الحاجز والرشاش مصوب عليهم ولكن هذا الجندي نفسه أو غيره يذهب في النهاية إلى بيته ويلعب دور الأب هو أمام طفله لا يحمل الرشاش يلعب دور الحبيب العشيق الزوج مدرس لأنه بعد ما ينهي خدمته الإجبارية العسكرية بروح بتطلع بدور مدني فهو هناك يقوم بدوره كما يتطلب دوره المدني لما يوجد علاقة فإذا تطلب السد مني أن أقدم هذا الإسرائيلي كأم وهي كانت في إحترواياتي جنين 2002 اسمها أنه أم الجندي هي زي أم الفلسطيني اللي يذهب إلى الخطر ما فيش أي فرق بينهم ولا أستطيع أنا ككاتب كروائي أن أصور المرأة الإسرائيلية الأم في موقفها وعلاقتها وعواطفها تجاه ابنها الذاهب إلى المعركة وهو ذاهب ليقتلني وذاهب ليقتل أصدقائي وذاهب ليقتل أقربائي وشعبي وهذا لن ينسى لحظة ولن ينسى قارئ إلى لحظة لكن أمه أمه علاقتها فيه علاقة أم بابنها وهذه قضية دقيقة جدا فلسفيا دقيقة جدا إنسانيا دقيقة جدا روائيا دقيقة جدا لكن أنا حين أتناولها إذا تطلب السر أن أضع مشهد يكون ما بين جندي ذاهب إلى المعركة ليقتلني وأم التي تودعه سعطي لأمه ملامح أم لن أجعلها متوحشة أو تتشرب دم لا هي تبكي وتقلى وتأرق وكل شيء فطبعا هذا يعني يسبب لي لكثير من الجدل وأنا هذا كما قلت وأعيد ما عنديش مشكلة مع الجدل هذا هو صحي نتناقش ونتجادل هذا بالنسبة للصوت الجزء الثاني من السؤال الهجم الأدب الهجين لماذا أنا قلت أدب الهجين؟ لأنني أنا كما أسلافت ذاهب من بيئة فلسطينية عربية رؤية جمالية عربية وبدأت أدرس شغلتين في نفس الوقت في المجرى أول شيء الأدب الإنجليزي تيس أليوت و آي اي ريتشاردس ونظريت الأدب الغربية وفي نفس الوقت جورج لوكاتش ونظريت الأدب المراتسية فأنا وقعت في هذه الخلطة الجمالية الخلطة الأدبية الخلطة المهدية وكان علي أن أشكل شخصيتي الغوائيه منها من كل الأشياء التي هي اتجاهات مختلفة واتجاهات أحيانا متناقضة فقط لهذا السبب شكرا شكرا ستريم شكرا يعني دائما شهادتي فيك مجروحة يعني لأنني من يعني أولا صديق عزيز وإنسان جميل جدا وثانيا روائي مبدع معجبة به سؤالي اللي هو أتمنى يعني لأن أتمنى أسمع رأيك أمام الجمهور العراقي أو جمهور بيت السلام حبي لعملك كتوثيقي لفلسطين ما قبل 48 فلسطين ما قبل الاحتلال يعني هاي من الأشياء اللي تحسب لك كروائي لم يسقط في فخ التسجيلية فقط يعني لم يقدم لنا صور وثائقية فقط رواية يا فاتح الدقهوة الصباح يعني هذه التسجيلية العالية التي جعلتنا نرى فلسطين بشخص من لحم ودم تعيش حياتها اليومية مع توثيق دقيق لتلك الحياة أتمنى أن تحكي شيء عن تجربتك في هذا الأمر وشكرا إليك طبعاً طبعاً الحديث عن الواية تيافة وعدو كهوة الصباح تدور أحداثها في ثلاثينيات وفي نهاية ثلاثينيات ودائة أربعينيات الكرن الماضي هاي لها قصة مشوار طويل إنه أنا كنت أتمنى أن يعني يطلع بهذا المشروع أحد الكتاب الكبار من فلسطين ويعطيه حقه لأنه تاريخنا قبل 1948 ملامح المجتمع الفلسطيني غائبة غائبة من الأدب وغائبة من كل شيء لا نعرف عنها شيئاً في الأدب الفلسطيني تبدأ الحكاية سنة 1948 المشهد يفتح الستارة عن فلسطين ولا يرى المشاهد أو القارئ إلا الناس مهاجرين حرب وقتل ودماء وكذا وبالتالي الإسرائيليين مثلاً بيقولوا أنتوا ولدتوا سنة 1942 ويروجوها في العالم ونحن نساعدهم بذلك لأنه وينها ملامحنا أين هي ملامح مجتمعنا في الأداب والفنون والسينما والسينما أنتوا كل ما تكتبوا شيء أو تنتجوا شيء عن هذه الفترة تبدأ في الأداب وكأننا نزلنا من الفضاء بالـ 48 هجرونا نزلنا إلى فلسطين بالفضاء وهجرونا إلى لبنان والأردن وكذا فكان هذا مشروعي أنه أكتب عن المجتمع الفلسطيني قبل النكبة بسنوات يعني أظهر ملامح المدنية والطبقية وكل شيء مجتمع مجتمع طبيعي زي المجتمع زي المجتمع في خير وفي شار وفي أوروبا العراقي المصري أنه له ملامح طبعا في هذه الفترة كان إقطاع كان انتدام البريطاني وكان المدن حياة وحيفا مزدهرة فيها تنوير يعني كل هاي الملامح المتناقضة الشيء ونقيضه الريف كان معدن المدن كانت مزدهرة طبعا وهذا ما حصل وبالتالي نفس الشيء وقعنا في نفس المازق أنه الفلسطيني اللي ترك في 1948 يروي لأبناءه ولأحفاده بحنين طبعا الحنين لا يستوعب سوى الجمال سوى البيارات البرتقال سوى ويؤسطر ويؤسطر وسوى الأعراس والأمسيات وطبعا ينسى البعد والغربة والمنفى ينسيهم الإقطاع اللي كان يقتصد بنات الفلاحين مثلا وهذا فلسطين أيضا وبالتالي هاي كان أحد الأشياء اللي كالعادة بتكون موجودة في كل نوايات واللي بتقسمكم الرأي إنه نعم كان فيها مشهد إقطاعي فلسطيني يرتصب فلاحة فلسطيني بنت صبي فلسطيني وكان عنا مثقفين يدرسون في جامعة أمريكية أو في جامعة أمريكية بيروت كان في عبدالوهاب وامكنثوم حفلاتهم يحيوها في يافا وحيفا يعني كل شيء كل ملامح المجتمع أو جزء كبير من ملامح المجتمع الفلسطيني الحياة الفلسطينية قبل 1948 حرست إنه إنها تكون حاضرة في رواية فيها قليل من الدراما وكثير من التوثيق الرواعي لملامح المجتمع شكرا بس أحب أقول شيء بهذا الخصوص يعني رابط بين أغلب الجمهور أو كل الجمهور عراقيين البعثات اللي كانت ترسل البعثات العراقية الأولى بعد تأسيس الدولة الوطنية بعد تأسيس المملكة البعثات الأولى بدأت تقريبا 30 سنة 30 السنوات الأولى لأنه كانت الانتداب بريطاني في العراق وفي فلسطين كانت عندما يريدون أن يرسلوا بعثة للدراسة وأعتقد من ضمن هذه البعثات المؤرخ العراقي الشهير جواد علي يرسلوه حتى يكمل الأولفل الثانوية يرسلوه إلى مدرسة داخلية في القدس أو في حيفا أو في يافا مدارس بريطانية في فلسطين يكمل الأولفل وبعدين هذه المدرسة تساعدة في التقديم إلى الجامعات البريطانية أو الأمريكية حسب وين رح يروح إلى حد 36 لما حصل ثورة 36 وبدأ تكون غير آمنة المناطق تكون غير آمنة على طلاب هما كينيجر في الدزون فبدأوا يدزون إلى بيروت من بعد 36 طلبة العراقيين قاموا يروحون بيروت بالأربعينات يعني من ضمنهم مثلا دكتور علي الوردي راح إلى بيروت جامل أمريكا بيروت بعدين راح يكمل في الولايات المتحدة نأخذ أستاذ كريم سبع سؤال بعدين دكتور صاحب سيدان ورد طالما تمرت بتجربة تقريبا مكثرة حبيت يعني سوسمع حبيت نورنا هالتجربة وأنه كتبت لجمهور أوروبي واكتبت لجمهور عربي غبن فلسطيني وأعرف وأوروبي سواء ما جريب مشكل عام فشنو السماعة الرئيسية الفرق بين القارئ العربي والقارئ الأوروبي بالأمر المتلقي الزنبي المتلقي نعم طبعا في فرق شاسع في طريقة فيما يتوقع من الأدب الرواي القارئ العربي الفلسطيني والعربي بشكل عام أنا أعتقد أنه حاليا في السنوات العشرين اللي فاتوا تغير بشكل نوع القارئ يعني أشياء كانت بديهية في الستينات كان يكتبها نجيب محفوظ في رواياته يوسف إدريس في القصص ورواياته جماليات وقضايا فلسفية وقضايا مهمة ويتعامل معها القارئ بشكل محايد يعني ما يوخدهاش بتشنج كما يحصل حاليا يعني أنا سعيد أنه هؤلاء الناس الذين أبدعوا كل هذا الجمال هم هاليا مش عام يشوفوا شو يصير عنا هم لو كانوا يعيشون في هذا الوقت طبعا نجيب محفوظ تعرف الاعتداء في حياته وكانت لسه ما تورطناش بالأوضاع الحالية وبالتالي وضعنا الحالة المؤسف عمره مش أكثر من 20 سنة هو يعني بشكل موازي مع وضعنا السياسي اللي صار في التدهور الجمهور المجري جمهور يعني محايد جماليا ما عندوش توقعات ما عندوش رغب بإنه يحشر الروائي في زاوي وكله هنا يكتب وهيكي يكتب أنا بالنسبة لي طبعا كانوا كارمين جدا لأنه أنا كثبت بلغتهم ولم يكتب حتى ذلك الوقت يعني من ذلك الوقت لا أعرف طبعا ما عنديش معلومات حتى ذلك الوقت لم يتجرأ أحد على تلك اللغة اللي يكتب فيها من خارجها فكانوا كارمين جدا معي فأنا حاولت أقرب لهم الواقع اللي بتناوله بحيث يكون قريب إلى وعيهم إلى تناولهم يعني لم يعاملوني معاملة مثلا كاتب من أمريكا اللاتينية أو أمريكا الجنوبية يكتب وتترجم روايات أنا حاكموني وفقا لمعيار مختلف معيار مجري مجري يا رأس معيار مجري ولكن كانوا كريمين معي في نفس الوقت يعني صلاح روايات الأولى حجابة الألم يعني بتظل هالرواية أولى يعني شو بدي يطلع من كاتب في روايات الأولى لكن لأنهم كانوا كرماء لأنهم كانوا يعني مبغورين بأنه هذا الإنسان طبعا اللغة المجري هي اللغة صعبة جدا فهم كانوا ممنونين امتنان شديد أنه واحد تجرأ وكتب بلغتهم رواية وبالتالي كانوا كرماء معي في تلقي رواية الأولى وكرماء أكثر في تلقي رواية اللات شكرا أنه هذا شخص جاء إلى بلدنا وتعلم لغتنا ويكتب عنا فأنا يعني بعتبر جزء منه تذوق للكتابة وجزء منه تحية منهم أنه شكرا لك أنك تكتب لغتنا شكرا دكتور سعدي دكتور سعدي أنت متعمد خليل الأخير تتعلم ذاكرة رائفة ونسيت نص الحجل سيدة عزيز ذكارة عدة مرات أشرت إلى هم وإنهم ويقولون ويريدون أريد أعرف منهم القراء الجمهور القارئ ما يعترضون عليك أو النقاد أو الصدق الفلسطينية هذه واحدة النقطة الثانية أريد أوضح هي تعليق ليس عن الرواية بس تعليق على رأيك الأم هي أم في كل مكان بس أكو فرقة بين الأم الفلسطينية والأم الإسرائيلية سمح لي إذا أقول أنا متشنج شوية بالقضية لأن شغلي هذا يعني اهتمامي هذا احتصاصي هذا الأم الفلسطينية ابنها يطلع للشارع شاي الأحجارة ونصف عاري ويرمي حجر الأم الإسرائيلية ابنها يطلع للحرب مدجج بالسلاح وطائرات تحميل ودبابة قاعد فيها ومدرعة وجنود منظمين هذه واحدة هذه نقطة نقطة الأخيرة مالي تطولها الجندي الإسرائيلي عندما يشارك في الخدمة الإجبارية مثل ما سميتها ويسرح يبقى جندي ثالث ما يرجع مدني أبدا وهم جيش احتياط لذلك أكبر احتياط جيش بالعالم هو احتياط الجيش الإسرائيلي المكوجي والفلاح والنجار في أي لحظة يستدعون إلى قتال وهم جنود وعندهم فترات تدريبية بين أوقات متزامنة يتدربون على السلاحة تذكروهم بكونهم هم جنود يعني الوضع الإسرائيلي كله عبارة عن معسكر صح لا نبدأ بهم هم أنا لا يعني حكيتها يمكن بأكثر من سيعة كأنا يمكن أشرت إلى معسكريك الرائي معسكري المع وضلد اللي يعطون الحوار حيوية لأنه في مع وضلد بالنسبة للمجتمع الإسرائيلي المعسكر دقيق جدا كلامك صحيح هو كل إسرائيلي عبارة عن جندي احتياط ممكن يكون مدير شركة ولكن ممكن يستدعى في أي عرب وينهر إلى المعركة ممكن يكون مدرس أو بروفيسور تكون حرب يستدعو لي ليقاتل صحيح لكن أنت في المشهد أنا ممكن أجيبه لابس الثياب العسكرية كجنة احتياط وهو خلفينته دكتور طبيب أو مهندس أو فنان عادي بتجيبه بس طول ما أنا محمله سلاح وملبسه بالزي الموحد العسكري بعمله كجندي مش ك إلا إذا طلب السياحة أني أشير إلى خلفيته لكن أنا بحكي عن الدور اللحظي لأم تودع ابنها إلى الحرب ذاهب ليقتلني وليقتل إخوتي وأصدقائي وجيراني ولكن أنا روائي حاليا أنا بشوف الفلسطيني بشوفه حامس لاح ومصابه نحوه ومالوش علاقة بأمه بس ألي روائي الروائي أنا بخلع جلدي تماماً لما أحطه في المشهد مع أمه بصور العلاقة بين ابن وأمه ابن ذاهب ليموت طبعاً هو ذاهب ليقتلني في نفس الوقت لكن من وجهة نظر أمه ذاهب لاحتمال أن يموت فحين أحطهم في لحظة وداع مثلاً أو حين أصدت الكاميرا أو الأضواء على الأم في لحظة قلق على ابنها اللي هو بعيد عنها شو بيعمال أثناء بعده بيقتلني بيقتل أطفالي في جنين هذه الرواية العنوانها جنين 2002 ولكن بالنسبة إلها لما أحط لما أنكل الكاميرا للجهة الثانية بدي أجيب أمه وهي قلقة عليه وتأرق في الليل ولا تنام يعني قضية شائكة جداً جداً ولكن أنا لا أهرب من هذا الطلاق يعني عندي كثير قضايا شائكة بتناولها في كل روايات وعادي يعني هذا نقاط الهجوم اللي يتسبب هجوم على ما يكتبه أنه الحامل نعم هذه النقطة تحديداً أنه كيف تتعاطى مع الموضوع الإسرائيلي بموضوحية لا يجب أن تتعاطى معه بموضوحية يعني هذا صوت جداً واضح يعني لما دخلت على صفحة كتب أنور تشوف في أراء ناس قرأوا الأعمال يعني غير الشتائم والاتهامات لأن في هذا الموضوع موضوع خطر أنك كروائي لا يتكلم عن صراع خير وشار بالمطلق أو شخصية خير أو شخصية شرين هذا يعني موضوع أكبر ووطن فرأساً يروح المؤشر للعمالة والخيانة وأنت عميل الموساد وأنت جن الدوك في أوروبا طبعاً أنا يعني لأمل من تكرار أنه لا يزعي يعني أنا مش في سياق الشكوى بحكي هذا الكلام أنه بالعكس هذه هي الحيوية التي أحبها أنه يعني متطرفين جداً الجهتين متطرفين جداً عاطفياً في تجاه نصوصك اللي زي ما حكها صادق أنه في ناس يعني يشتموني ويهدوني وكذا في ناس بكتبوا بحب مفرط يعني فأنا هاي أريدها أريد هاي الحوار بين الضدين أريدوا إطلاقاً لن أكون سعيد لو كانوا كلهم بصفكوا أذكر أنه في واحد أحد القراءة كتاب لك أنه أنا اشتريت رواية وطلعت رواية سيئة أبعتلي حق الرواية أبعتلي الفلوس الدكتور محمد الموسى شكراً على الحديث الشيخ حول الموضوع أحب بس أسأل حل قبعة القضايا أول شيء تفضلت ذكرت أنه صوتك خافت ليش ما تعتبره هو صوت جمالي بعيد عن المباشرة والشعارات يعني يعني ما أشوف تحبير من القسم البسيط اللي تفضلت وقيت علينا ما أعتقد هو صوت خافت عندك موقف واواح عندك طريقة شيقة في التعبير عن موضوع محدد فليش أنت تعتبره صوت خافت يعني مو بضرورة والصياح والشعارات هو هذا الشيء المفروض يسيد الجو والرواية هاي واحد الشيء الآخر عندك أعرف اسلوبك الرواية وين تخليه حبرتك تعرف الآنك والتجاهات وحديثة وما بعد الحداثة وكلاسيكية وواقعية الآخر فأنت شون تشوف اسلوبك في كتابة الرواية والشيء الآخر أحب أعرف رأيك في موقع دور الرواية في المرحلة العربية الراهنة اللي تفضلت وأتفقوا إياك اللي رجعت من الوراء خلال 20 سنة الماضية شكرا شكرا بالنسبة للسؤال الأول إنه طبعا بالنسبة للصوت الخفيد ما عانيته أنا إنه إنه أترك يعني في مو يعني قصدي في مواجهة الراوي أو الروائي الذي يحشر رؤيته ويلبسها لكافة الشخصيات يعني أنا أحاول أنا طبعا أحاول هذا كل اللي حكيت لكم إياها هي الدعاءات من جانبي القارئ له أن يؤكدها أو يفندها يعني أنا أقول وأتعب على شخصيات كثير وأجري مثلا حاليا رواية الأخيرة شجان هي بطلتها فتاة السبع عشرة طب أنا هناك لا يمكن أن أتحدث بصوتي وإلا خلاص أرميها الرواية والقارئ من حقه أن يرميها يجب أن يسمع القارئ صوت فتاة في سن السابع عشرة وكيف أتقمص شخصية أنا أولا رجل وثانيا عمر 62 سنة كيف أتقمص ذهنية فتاة مشاعر فتاة في هذا السن الحارج جدا حارج جدا من حيث كونها في سبع عشرة السنة للشاب أيضا الحارج هذا السن ولكن حارج جدا من حيث كونها أنثى وأنا رجل فقصد إنه أنا موضوعيا مش موجود هناك وحاول أن أتركوا يتحدث شخصيتي تتحدث وتسمعوا أنتوا كقراء صوتا بالنسبة للسؤال الثاني اللي هو كيف تصنف كتابتك في بعض الحلقة والحداثة أنا لا أصنف كتابتي لا أصنفها بأي شكل من أشكال أقرأ عن تصنيفات نقاد وقراء بحض يعني أين كانت تصنيف وكانت تصنيفات متناقضة ومتباينة وأنا يعني عمدا أتجنب أن أصنف كتابتي وأسلوبي كان في سؤال ثالث؟ موقع رواية في الوما الراهن رواية العربية نعم حاليا نشهد نحن في العالم العربي كان في محلة مواد في البعد في بداية التسعينات يمكن الحقبة هاي من العشرة إلى خمستاشر سنة كان تقريبا حالة مواد العالم العربي في الحقل الرواي حاليا تنتعش بدأت بالانتعاش لسه في عندنا أزمة أزمة بالنسبة للرؤية وبالنسبة لطريقة التعاطي الأدب الروائي في عندنا أزمة ولكن في حصل انفراج من حيث أنه عاد الاهتمام لنوعي من القراء وصار الكاتب نجم يعني أنا دائماً بحس بشعور غريب لما أحد يكن يوقع لي يعني شو هذا؟ النعمر الشريف يعني ولكن سعيد بينه وبين نفسين يعني عادة الاهتمام في الموضوع دكتور فضل شكراً جزيلاً أمتعتنا بهذه المحاضرة الجنينة رواياتك سنير بصدها نشوف أنا يعني أنا أكرر ما ذكره بعض الأكوان عن قضية صوتك خفير بس عندما ذكرت هذا النص اللي قرأت علينا في نقل غير مباشر بالسياسة الفلسطينية هاي قضية الروائي هاد النقرة أنا كما أرى ليست خفير هذا مش صوتي نساش هاي مش كله العفو أنا أعتقد أن صوت البطن هو صوت البطن هذا أنا عارم في نوايات كثير منها هاي النوايات ما جعلتني أكمل بس لاحظة لو كانت هذه النبرة أعلى لكان ما ذكرت رخيصكم طبعاً طبعاً بدون شك هذا شيء أنا أتوقف عنده وبعدين جاء عندي شيء يتعلق بالرواية الإسرائيلية سؤال أنا متأكد أنك مطلب أنا ما يدور في إسرائيل من روايات جديدة الحقيقة ومجموعة من هؤلاء يسمون الرواييون جدد كما كان عندنا مؤرخين جدد بالنسبة لفلسطين ما هو رأيك وما هو تأثيري هذه الروايات الجديدة التي تختلف عن روايات الآباء مثل أوز ويهوشاء ودافيد وما إلى ذلك نعود إلى السؤال الأول أنه طبعاً هاي خطر الاقتطاع لما يقتطع ناس في رواية هاي وفي رواية أخرى ستجد مثلاً مثلاً ستجد شخصية فتاة في رواية ما يمله هاي رواية ترفض أن ترتدي لطاع الرأس لأنه مثل ترحت تعمل مقابلة مع الأسير اللي كان مضرب عن الطعام وهو إسلامي توجهاته إسلامية ويرفض أن يقابل امرأة سافرة اللي مش محجبة وهي بحدة بالغة ترفض أنه تضع على رأسها وتقول أنه أنا لا يفرض عليه في نفس فأنا أحطها بنفس أقدم صوتها بحميمية وأقدم النقيد بنفس الحميمية يعني ما أعنيه أنه صوتي غائب أنه لما هاي البنت لما كانت تتحدث عن عن فيه سخرية عن عن السلطة هي اللي كانت تتحدث مجالاً ممكن في نفس الرواية أجيب واحد من رجال السلطة وأخلي يتحدث بنفس الصوت القوي وبنفس الحميمية وبنفس ودائماً كثير في رواياتي بتكون شخصيات مقيبة بس هو الخيار ولا أتعمد هو الخيار إلك أن جعلتها تتخلم بها الطريقة في إمكانك عندك خيار آخر لو كان في تذكيرك أو أفكارك سياسية غير هذه بالتأكيد كان وضعتها بشكل مختلف ما أنا ممكن أجيب لك الشيخ اللي هو مضرب عن الطعام هو شيخ يعني مؤذن جامع وأقدمه بنفس الحميمية يعني القارئ سيتعاطف معه تعاطف بالغ على المستوى الإنساني مش لأني أنا بدي يتعاطف أنا لا أستجدل تعاطف القارئ أنا أخلي أحط الشخصية في سياقها إذا القارئ متعاطف مع السياقها سيتعاطف مع الشخصية وشخصية الشيخ الملتحي في نفس الرواية اللي سمعت فيها البنت اللي ترفض أنت للحجاب عندي شيخ انتزعت عاطف عميق جدا من الكرة أنا غائب لم تعرف وأنت تقرأ الرواية أنا كمؤلف هل أنا إنسان متدين وفي صف على ناحية الشيخ اللي قدمته بهذه الحميمية أو أنا إنسان غير متدين وفي صف الفتاة التي ثارت على فرض الحجاب عملك ما رح تقرأ هذه فكرة الصوت الخفيض نانا تجي قارني مثل الكاميرا اللي حاطة على المشهد هو أين هي الكاميرا والشخصيات هي اللي تتحدى نعم بالنسبة للأدب الإسرائيلي أنا للأسف توقفت عند جيل عموس عوز وعموس كينان وهذا الجيل جيل قديم يعني الاتجاهات الجديدة في الأدب العبري يعني بصراحة لست متطلعا عليها ما فيه الكفاء يوم بحيث أن بسية يعني طبعا أتمنى أني أتطلع عليها لكن يعني لا أجهل اللغة العبرية بس كتبوا عنها كثير وأصبح هؤلاء مجموعة كبيرا الحقيقة وأنا فرح بذلك لأن تأثيرهم يكون أكثر من تأثير الآخرين حتى أكثر من تأثير السياسي لأن الرواية تنتشر أكثر وتقرأ أكثر ولذلك أنا بدي تطلع على ذلك أنا سعيد شكراً معه جداً شكراً شكراً أشكر مؤسس البيت السلام بالإفتضاف الكريم على أستاذ أنور حامد وأشكر أستاذ أنور في الإطلاع القيمة أنا أتمنى أن تتقبل سؤالي بقلب منفتحه وأن لا تفسره تفسيرات أخرى أنا أرجو أن تتخيل أن غسان كنفاني يقرأ رواياتك ماذا تعتقد أنه كان سيقول هذه من النقطة نقطة أخرى ألا تعتقد أن طريقة التقديم للجانب الإسرائيلي وهذا قد تنسبه إلى المنتقدين يكون فيه تحريض على التطبيع مع هذا الكيان النقطة الأخيرة هي لماذا دائماً الكتاب الفلسطينيين والعرب تحديداً يتناولون الواقع الراهن أو التاريخ ولا نرى تخيل ما سوف يكون عليه المستقبل يعني أرجو أن تكون في إحدى الروايات القادمة شيء عن فلسطين في المستقبل ماذا سيبقى من هذه الفلسطين شكراً لكم بالنسبة لغسان كنفاني على فكرة غسان كنفاني كان ثابت لزمنه بمراحل يعني جمالياً نقدياً أدبياً أنا طبعاً حزين جداً أنه غساني يعني غادرنا مبكراً لو بقي على قيد الحيال كان يعني من أهم المنظرين الجماليين في الفلسطين ولا ما اختلفت أنا ويا أكيد طبعاً أنا أحبه جداً وأحب أدبه وأحب رؤيته الجمالية وأحب أسلوبه وكان كان سابق عصري بكثير فما أظن أنه راح نختلف أنا غسان لو كان على قيد الحياة السؤال الثاني اللي هو هل تحاملون تطبيع من خلال؟ لا طبعاً التطبيع هو شيء سياسي يعني أنا إنسان مثلاً بكل صراحة عندي شعور بالتعطش لإيجادة اللغة العبرية يعني أنا أريد أن أكون قادراً على القراءة بالعبرية لأعرف كيف يفكرون لأفهم ذهنيتهم أفهم تفكيرهم التراث الإنساني هذا طبعاً الإسرائيل الإسرائيليين سابقين يعني من المراحل في الموضوع هذا بيترجموا الأدب العربي وبينشروه وبينطلعوا عليه في عندهم أقسام متطورة لأدب العربي في جامعاتهم وأنا بتمنى أن هنا يكون نفس الشيء يعني إنه المعرفة إن تعرف بغض النظر عن السياق السياسي المعرفة الإنسانية نحن نعيش نقتسم بلد صغير جداً إحنا كفلسطينيين نقتسم بلد صغير جداً ونعيش فيه شيئنا أبينا يعني مدن مشتركة مثلاً حيفا يعيش فيها فلسطينيين عراب ويعيش فيها إسرائيليين يهود جنب إلى جنب ولكن لا يعرفون بعض طلاقاً يعني اليهودي تصوروا عن العربي كأنه مش شاكل معه في نفس الشارع كأنه لا يذهب إلى نفس السوبر ماركت ويشكر نفس المضاع كأنه لا يعمل في نفس المصنع العربي نفس الإشيء إبن حيفا مثلاً كانت عندي مرة في حيفا فعالية اعترضت إحدى المدرسات من أهل حيفا اللي يومياً بتشوف الإسرائيليين اعترضت على مشهد الأم اللي يولد تقول إنه لا أنت عند التصور غريب عن الأم أمهاتهم مش زي أمهاتنا لا يوجد أمهات مختلفات أمهات الأسكمول اللي عمري ما زرتها ولا عشتها ولا وأمهات أستراليا وأمهات إسرائيل وأمهات بريطانيا عظفة الأموم هي واحدة لا يوجد أحداً فهذا نشوف كان فيش التالت المستقبل الفلسطيني المستقبل هل سيكون هناك أعمال ترى مستقبل الفلسطيني كيف ترى؟ آه في عندي نوفلة ستصدر باللغة الإنجليزية في ذكرى النكبة في 17 أيار القادم هاي أول عمل إلي يعني بديش أسميه ما اسمه أو استشرافي بس هو كان مطلوب يعني أول محاولة للكتابة تصور البلد بعد مضي مئة سنة على النكدة فعمل يتيم عندي في هذا السياق خير أستاذ سامير أسئلة من المتابعين الحقيقة لا عشرات أو مئات يتابعونها من كل العالم سعادة سعادة شكرا جزيلا لهذه المهلمات القليل الملكة سورة جميلة بدي عندي خليل خصوصا سورة إنسانية سامية قد يختلفتني بعض لتصوير الأم اللي ربما تكون هي في وقت مرحملة السلاح ضد الضحية وأنت واحد من ضمن الفلايين الفلسطينيين سورة إنسانية سامية أن يسمو الإنسان على جرحه ويوفر المساعد الإنسانية أيضا سورة صادقة وأمينة نقلتها عن الإقطاع الفلسطيني الذي يختص بالفلاحة سوالي إلك هل الرواية أنور؟ الرسالة ما في كتابات الرواية إنه بعرفش بهمني أنا إذا ألف واحد قرؤوني ألفين خمس ثلاث من الطبيعي إنه سيثير عند كل واحد شيء مختلف أنا من الناس الذين لا يعتقدون إنه تأثيري بالأداء على وعي الإنسان مباشر وقوي هو تراكمي يعني يمكن أنا أأثر على واحد بأي اتجاه مش متضرب الاتجاه اللي أنا أريده يمكن بالاتجاه المعاكس ولكن مقدار التأثير ضئيل ضئيل جدا 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 وهو جمالي بالدرجة الأولى يعني هو يقرأني ويقرأ واحد ثاني وثالث ويقرأ مئة واحد ويصير عنده خلطة غريبة من الأفكار والجماليات والرؤى وشو بيطلع منه في الأخير بحل فيشبك بس أنا سعيد إني أكون ساهمت بضرة إذا ساهمت بضرة من هذا التأثير اللي ممكن يحصل معه وممكن ما يحصلش بس السؤال قالوا شخصة آه هو بس محافظ السؤال بس نأخذ الدكتور عمر ومع ديكتور شكرا أستاذ أحمد بس حبيت أعرج على المتحدثتين روان ورونق نعم هل هناك هذه الشخصيتين اللي ها تأثير من الواقع أم من الخياة على شخصكم لأنه ذكرتم وهم وركزتوا عليهم وتحدثتوا باسمهم هل هناك شخصيات شخصيات مرت عليك بهذا الشيء ولا يعني علاقة شخصيات الرواية بشكل حامل خصيصاً يعني كيف واصلها اللي أحصلها والمشهد دسع نعم لا أنا في رواياتي دايماً بعمل بكون عندي أحياناً مش دايماً بكون عندي موديلات يعني إنه بس الموديل يعني بعمله عملية محقلة يعني مثلاً روايتي الأخيرة اللي شجع هيا هي مش 17 سنة عمر البنت وهي فلسطينية لكن الموديل لإلها كان امرأة مش باسنها ومش فلسطينية بتصير عملية خلط أوراق معقدي عند الكاتب لما يعني يستخدم موديلات في رواياته أو يستخدم أجزاء من ملامح أو يخلط ملامح للشخص هذا وملامح للشخص هذاك وملامح للشخص ثالث ويشكل منها شخصية من كل الملامح من كل الملامح من الممكن يعني هل ترى أن أحد رواياتك ممكن تصلح فيلم سينمائي إذا توفرت الإمكانيات يعني سينما تأخذ الرواية إلى أفعد آخر والانتشار يكون أوسع يعني صرت الروايات في صارة بتعرض يعني حاليا في من أيام أجاني اتصال من مخرج بخصوص تحويل جنين 2002 تحديدا إلى فيلم ما أعرف أنا مش يعني طبعا يسعدني بالتأكيد أن تحول إلى فيلم ولكن لست يعني ما شو بقولوا لا أجري وراءها يعني في عندي تصور وفي عندي شرور أكثر من مرات تصرفية مخرجين أو منتجين بخصوص عمل رواي فيلم وما اتفقناش لأنه لأنه أنا يعني إذا دعطيها مرة واحد قلت له أعملها ما تذكرش اسمي إذا بيتعملها بالتصور صعب صعب جدا أنه الفيلم بيسطح الروايات ف يعني لا أقول لا وأتكلم معهم وأكلم لا أكون متحمس جدا أضيف شيء هنا حتى نكتب أنه يعني يعني هذه مسألة الفيلم يسطح الرواية تصريح خطير يعني تصريح مطلق لأنه لأنه يعني أنا يعني بإيماني أنه كان يكون العكس يعني ممكن فيلم يعمق الرواية يعمق الرواية بما لا يقاس بس أنا تجارب لحد كانت الشيكية لأنه كان مثلا وصلنا يعني وقعنا عقد وبعد ذلك وأنا كنت شريك في كتابة السيناريو وكنت حاطت بنت في العقد أنه يجب أن يعني أي تغيير في مسار الرواية أنه لازم موافقته وطبعا كالعادي كان بدي أعمل تغيير كان سيقضى على الرواية تماما يعني سيقضى على جوهر الرواية يعني بالنسبة للفيلم ممكن يكون ترويجي هذا التغيير اللي كان نريد يعمله واختلفنا وفضلنا العقد فبالتالي يعني مبدئيا كما قلت إنه ممكن الفيلم يكون أفضل بكثير وأعمق بكثير من الرواية وممكن العكس تجاربة أنا كانت بالتجاه للأسف السلبي شكرا جزيلا شكرا للأستاذ أنوار حامد الشكر لمن تابعنا على صفحات الفيسبوك على صفحتنا على صفحة الأستاذ سامير شكر موصول لحضراتكم نتمنى أنو تتواصلوا معنا في أماسين القادمة الأسبوع القادم سننتقل معكم إلى مكان آخر سننتقل إلى البحرين البحرين شعبا وثقافة وبلدا مع باحث بحريني الأستاذ عباس المرشد أعتقد سيكون معنا لقاء مختلف فيه شجون مختلفة عن الشجون الفلسطينية تعبعونا شكرا جزيلا 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 شكرا للمتابعة ترجمة نانسي قنقر